بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة ملايين الدولارات تنفق على موضوع التنجيم ومعرفة الأبراج وهذا الكذب الذي يعني يقال للناس دعونا نتأمل ماذا كشفت الدراسات العلمية حول موضوع الأبراج والتنجيم وهل تؤثر النجوم على حياة البشر؟ هل تؤثر هذه الأبراج على حياة البشر أو مستقبل البشر؟ دعونا نتأمل يحاول المنجمون رسم صور توحي بأنهم يتحدثون على أساس علمي ولكن الحقيقة عكس ذلك طبعا عندما نتأمل الأبحاث العلمية نجد أن النجوم بعيدة جدا جدا عننا يعني مثلا مجرة الأندروميدا طبعا هذه المجرة تبعد عننا أكثر من 2.4 مليون سنة ضوئية وطبعا هذه المجرة تعتبر قريبة جدا بالنسبة لنا ولكن الضوء الصادر منها يستغرق أكثر من مليوني وربع سنة ليصل إلينا ولا يصلنا منه إلا شعاع ضعيف فتصوروا هل يستطيع هذا الشعاع الضعيف أن يؤثر على حياة بليارات البشر؟ طبعا بعث النبي عليه الصلاة والسلام في زمن طغت فيه الأساطير والخرافات ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد الشهرة يريد المال يريد السيطرة كما يدعي بعض الملحدين إذن كان من الأفضل له أن يقر قومه على هذه الخرافات والأساطير لأنه سيسيطر أكثر عليهم ولكنه نهى عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم سبحان الله يعني أمر خطير أن نصدق هؤلاء العرافين أو الدجالين لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى ونقول أيها الأحبة لا توجد دراسة علمية واحدة أثبتت أن هذه الأبراج تؤثر على حياة البشر بل إن هذه النجوم بعيدة جدا عنها تفصلنا مسافات تريليونات الكيلومترات ولا يمكن لها أن تؤثر على أي شيء على الأرض فكيف تؤثر في سلوك إنسان في مستقبله في تحديد ماذا سيحدث لهذا الإنسان هذا أمر عبثي أيها الأحبة نهى عنه الإسلام وحذر منه قبل أن يحذر منه العلماء بأربعة عشر قرن من أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعلم الغيب إلا الله إنه الله تعالى الذي أرسل هذا النبي ليكون رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق